وفي إطار جولتنا الصباحية مع مرسلين خول العالم للمزيد بينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الزميلة هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية في العراق أهلا بك هبة يعني ما هي آخر تطورات عملية تطوير مدخل بغداد الموصل والذي يعد من المداخل الهامة بالعراق بالبداية صباح الخير عليك صباح الخير أكيد على مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية من الصباح جديد من العاصمة العراقية بغداد مثل ما أشدت هناك يعني مداخل هذه المداخل تم الأمور بها وتوجهات من رئيس الوزراء الإخراقي محمد الشاعر السوداني في هذا الموضوع لأنه مداخل العاصمة بغداد تحتبر عراقية المداخلية واجهة العاصمة العراقية بغداد وحتى هناك في المناصات التواصل الاجتماعي تحدث بالتأل كثير من الوسائل التواصل الاجتماعي من كثير من المواقع بشأن الموضوع حيث كانت هناك مرست فيها يعني ضغط شعبي على السلطات واستجابة هذه السلطات واستجابة الحكومة العراقية في هذا الموضوع مداخل بغداد التي تعتبر من أولويات الأمور وخصوصا هناك مداخل يعني متلكية مداخل يعني ليست هناك فيها عمليات إكساء وبعد هذه الاجتماعات الأخيرة التي حصلت من رئيس الوزراء المرق محمد الشاعر السوداني مع وزير الإعمار والإسكان وكذلك محافظة بغداد وأيضا أن بغداد كانت هناك يعني هذه الاجتماعات كانت مهمة ومثمرة وحيث أنه وجهتها رئيس الوزراء في هذا الاجتماع عدم وجود أي مبرر يمنع أو يمنع في تحقيق إنجاز إنجاز مثل هذه المشاريع وهي مداخل بغداد الأربعة ليست فقط مدخل بغداد المصر وهناك أيضا مدخل يعني الكبير من المداخل الأربعة يتم حاوية الإنجاز بها من يوم أمس تم بدء موضوع هذه المشاريع المشاريع تعتبر هي المداخل تعتبر واجهة بغداد مدينة بغداد وبالتالي لازم أن تكون هناك مداخل تريق باسم العاصمة بغداد هذا الاجتماع الأخير حقق ما حقق فيه وجاء في الوقت المناسب وجاء بعض المناشدات الكبيرة من قبل الشعب العراقي وخصوصا أنه هناك زخم مروري وخنق في هناك الكثير من الاختناقات المرورية هناك كثير من التوجيهات أيضا من قبل رئيس الوزراء في هذا الموضوع التي باتها أنه يزعج المواطن العراقي وخصوصا عند ذهبه إلى دوائره الرسمية أو في أيضا في الكبير حتى من الطلاب الذين يتوجهون إلى دراستهم وجامعاتهم هذا الموضوع أزعج المواطنين بعد المناشدات الكثيرة صرح رئيس الوزراء في الشماع الأخير المجتمع المثمر وهناك أيضا إنجاز هذا المشوى الذي سيغير من الواقع الخبني في بغداد وإذن هذا الموضوع سيحقق مسار كبير وجود هذه المؤسسات الخبنية التي ستقوم في هذا الإنجاز بأسرع وقت ممكن حيث أيضا صراحة في تصريح الأخير رئيس الوزراء في تكتيف هذه الجهود بدل أن تكون هناك ثمانة ساعات لإنجاز هذه المشاريع خلصا في مداخل بغداد ستكون هناك إنجاز كبير ستحققهم يعني محافظ بغداد وأيضا أمانة بغداد والجزء الآخر أيضا وزارة الإعمار والإسكان ستكون هناك تكتيف على 24 ساعة ستكون هناك ثلاث شرطات يعني ستقوم فيه هذه الوزراء في تكتيف موضوع الإكساء أما بشأن المداخل ستكون هناك هذه المداخل النموذجية التي تشمل الإكساء وإيضا ليس الإكساء فقط فإن هناك أيضا إكساء المؤقتربات والإمارة توسيع الشوارع طيب هبا عايزين نروح لموضوع تاني بقى كيف أثرت الأمطار الأخيرة التي شهدتها العراق على الشوارع والأحياء السكنية؟ بصراحة الأيام الماضية الأخيرة شهدت المدن العراقية يعني أمطار غزيرة وكثيفة وشهدت في المدن العراقية شهدت حتى في بغداد وإيضا كانت هناك أمطار شديدة وغزيرة وحبات أيضا المضاقات هناك كبيرة في محافظة الديوانية التي تعاني من قلة الخدمات الموجودة في هذه المحافظة وهناك أيضا أبنية آلية للسقوط في هذه المحافظة شهدت هذه المحافظة يعني المدينة استنفرت واستنفرت أيضا الحكومة المحلية آلياتها المتخصة في هذا الموضوع لسحب المياه الأمطار التي كانت موجودة التي تعرضت بها هذه الشوارع شوارع المدينة الرئيسية في محافظة الديوانية الذي تضررت بصراحة من هذه الأمطار وفعود المياه حتى إلى مستويات أغرقت فيها بعض من السيارات وأيضا المستشفيات وأيضا الأبنية السكنية الموجودة الأهالي بصراحة طالبوا الجهات الحكومية طالبوا الحكومة والجهات المعنية لتعويضهم وتوفير جهود إضافية لرفع هذه المياه الأمطار من هذه المحافظة وبعد أن الأهالي بصراحة تركوا معظمهم منازلهم بعد غرقها بالمياه الأمطار وطالبوا بتوفير الجهود الإضافية لرفع هذه المياه والكثير من المناطق التي شهدتها المحافظة الحديدة وخصوصا محافظة الديوانية أيضا الأمطار الغزيرة التي كانت هي أمطار جدا غزيرة تم تأيضا توجيهاتنا الرئيس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي في هذه المحافظة وتعطيل الدوام الرسمي بصراحة بسبب الأمطار أتمنى إن شاء الله كل السلامة لكل العراقيين يا هبة هبة تميمي مرسلة القهرة الإخبارية كنت معنا من العراق شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات